قطر تعلن استعدادها لاستكمال عملية السلام بيدرفور بتفاصيل هذا الخبر مشاهدنا الكرام الذي كما ورد إلينا في الصحيفة التقى رئيس الجمهورية المشيرة عمر البشير أمس السبت ببيت الضيافة ببعوث أمير قطر أو دولة قطر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع دكتور خالد بن محمد بن عطية بحضور النائب الأول للرئيس وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين السودان وقطر وسبل تطويرها في مختلف المجالات وقال بن عطية في تصريح صحفية عقب لقائه رئيس الجمهورية أنه نقل للرئيس تحايا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وتمنياته للسودان بالاستقرار والازدهار موضحا أن اللقاء تناول تطوير التعاون المشترك بين السودان ودولة قطر في مجالات الدفاع والمشروعات التنموية المشتركة وأكد المبعوث القطر استمرار دعم بلاده دعم بلاده لوثيقة الدوحة واستعدادها للعمل مع الأطراف غير الموقعة لاستكمال عملية السلام بدارفور السلام برده لوثيق قطر استمرار مجلد وتموزهم لغرض المشروعات التنموية اترجوا بكيه التنموية الثاني اعطلاف غير المشروع ملدهن